بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يمكن إقامة إسلام بلا مذاهب؟ أم أن ذلك أمر مستحيل وخرفي؟ كتب الدكتور المصري عام 1971 الدكتور مصطفى الشكعة كتاب إسلام بلا مذاهب وقد طبع أكثر من عشرين طبعة حتى الآن وأثار طبعا عاصفة من النقاش وبين مؤيد ومعارض أنه هل يمكن أن نتحرر من هذه المذاهب التي ورثناها ونتفق بما بيننا على إسلام بلا مذاهب أخر من عرض الدكتور مصطفى الشكعة هو الدكتور العراقي علي المؤمن وهو باحث عراقي متخصص بالفكر السياسي المعاصر وحصل على الدكتوراه في القانون الدستوري وناشط أعلاميا وصحفيا وبحثيا ومؤسس عدة مراكز دراسات في إيران والعراق ولبنان وكتب في الآونة الأخيرة مقالا وله طبعا كتب كثيرة في الحقيقة وكان منتميا لفتاة عشرين سنة تقريبا لحزب الدعوة الإسلامية منذ تسعة وسبعين إلى تسعة وتسعين كتب مقالا في وكالة أنباء براثة أو موقع هو بالحقيقة في مقالات فكرية ومقالات يشرف على هذا الموقع الشيخ جلال الدين الصغير كتب الدكتور علي المؤمن بتاريخه داعش تسعة الفين وواحد وعشرين يعني قبل حوالي أسبوع وقال كلاما لافتا ويعني مثيرا في نفس الوقت وجاء في مقالته التي كانت تحت عنوان خرافة إسلام بلا مذاهب هذا شيء خرافي ما يمكن تحقيقه قال وجود المذاهب والفرق والطوائف في الأديان والعقائد أمر بديهي ومتجذر في الواقع الإنساني ولا يمكن تجاوزه وتجنبه وتجاهله بل لا ينفع أي جهد أي جهد لمحاربته ومقاومته إطلاقا وبالتالي فإن الحديث عن إلغاء المذاهب والطوائف أو توحيدها أو الرجوع إلى أصول الإسلام دون مذاهب إنما هو حديث خيالي وطوباوي وحتى من يريد بحسن نية العودة إلى الأصول مباشرة دون المرور بالمذاهب فستكون له إلزاما قراءته الخاصة واجتهاده المستقل وسيتحول بمرور الزمن إلى مذهب جديد ثم إلى طائفة جديدة وذاكر عدة أمور أنه لماذا هذا الأمر صعب أو مستحيل أو خرافي أو طوباوي في مقالته هذه المثيرة وكنت قد بحثت موضوع اللامذهبية في كتابي هذا لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي الذي نشر حوالي سبع ثمان سنوات من قبل وقلت مضى على مشروع الحوار بين المذاهب أقود طويلة أقدت خلالها الكثير من المؤتمرات والندوات وألف الكثير من الكتب ولا تزال الطوائف على حالها إن لم تتكرس الطائفية بصورة أسوأ من ذي قبل حيث نرى بين فترة وأخرى بعض المشايخ من هذه الطائفة وهم يشنون حملات إعلامية ضد الطائفة الأخرى ويعيدون الأمور إلى نقطة الصفر وكأنهم لم يتحاوروا ولم يحلوا أي مشكلة ورغم الاجتماعات المتكررة بين شيوخ الطوائف في مؤتمرات عديدة إلا أننا لم نسمع منهم أي بيان مشترك يضع النقاط على الحروف ويقدم تصوراً فكرياً وفقهياً وسياسياً وسياسياً موحداً يقضي على المشاكل الطائفية العالقة ويوحد المسلمين حقيقةً في بوتقة واحدة ويبدو أنه لا ينبغي أن نتوقع ذلك منهم من المشايخ يعني في الأمد القريب وحتى البعيد لأن معظم المشايخ يرتبطون بدول وحكومات لها هويات طائفية وتستخدم الفكر الطائفي في تعبئة شعوبها وتكريز سلطتها على الناس أو يعاني كثير منهم من أولاء المشايخ من مشكلة التقليد الأعمى والتبعية للعواطف الجماهيرية المتخلفة وبالتالي لا نتوقع منهم النجاح في حل الأقدة الطائفية في المستقبل وفي الحقيقة إن المشايخ عجزوا عن حل الأقدة المذهبية داخل كل طائفة ورفض بعضهم مجرد التفكير بتجاوز المذاهب أو التخلي عنها وتوحيد الطائفة الواحدة المتشردمة بين عدد من المذاهب فكيف يستطيع هؤلاء أن يرأبوا صدعاً أمره مئات سنين ولكن عجز المشايخ عن الحوار الجدي بين الشيعة والسنة مثلاً وتوحيد المسلمين لا ينبغي أن يدفعنا إلى اليأس فهناك حل آخر أكثر جدوى وهو يأخذ طريقه إلى الواقع فعلاً وإن كان يواجه عقبات وصعوبات إلا أنه يشق طريقه بتبات ويحقق تقدماً على الأرض خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ووسائل الإعلام المختلفة من إذاعات وفضائيات وأنترنت وذلك الحل هو اللامذهبية وهو يعني التحرر من الطوائف يعني كل واحد ولد بطائفة معينة ولكن ليس قدراً عليه أن ينتمي لهذه الطائفة يمكن يتحرر منها التحرر من الطوائف ومن يقف وراءها من الحكام والأنظمة السياسية والمؤسسات الدينية المهيمنة وشيوخ الطوائف أو مراجع ما يسمى مراجع الدين اللي هم في الحقيقة مراجع الطوائف وليسوا مراجع الدين الخيار اللامذهبي هو أن يقول كل واحدة من المسلمين أنا مسلم فقط لا سني ولا شيعي ولا حنفي ولا حنبلي ولا شعفعي ولا مالكي ولا زيدي ولا إسماعيلي ولا أثنى عشري ولا إباضي وهو قرار شعبي فردي لا يرتبط بحكومة ولا بمراجعية دينية طائفية كل واحد يقرر بالنفس ينظر ويفكر ويبحث ويرى ما هو الصواب يعتنقه وما هو الباطل فيرفضه وهذا الخيار يقوم على حرية الاجتهاد والنظر والتفكير في أمور الخلافات الطائفية الفكرية والسياسية والفقهية والتاريخية بعيدا عن التعصب الأعمى والتقليد للآباء والمجتمعات والتباعية للدول الطائفية في مقابل ذلك التسلح بالوعي العام والانفتاح الثقافي والقدرة على البحث والحوار والتمييز هذا على المستوى الشخصي والاجتماعي وأما على مستوى الدولة كيف يمكن نطبق اللامذهبية فيمكن تحقيق اللامذهبية بعدم تبني الدولة لمذهب معين وإيكال عملية التشريع في قوانين تتعلق بالناس خاصة في الأمور الاجتماعية إيكال ذلك إلى مجلس النواب أو إلى لجنة مختلطة من الفقهاء وعدم الاقتصار على فقهاء مذهب واحد بلا سيما في القوانين الحديثة التي تتطلب تضافر الجهود والعمل القانوني المشترك أو التلفيق بين المذاهب وبما أن الحق يوجد في الإسلام والإسلام مشترك بين جميع الطوائف فإن الخلاف يكمن في الاجتهادات الفكرية والفقهية والسياسية الطائفية وهي اجتهادات بشرية قابلة للصواب والخطأ ومن هنا فلا توجد الطائفة تمتلك الحق المطلق أو تكون على الباطل المطلق وإذا تركنا الناس أحرارا فإنهم سوف يقرؤون ويبحثون ويتحاورون ويتعرفون على الحق من الباطل فيقتربوا من الأقرب للصواب ويبتعدوا عن الآراء غير المعقولة أو الخرافية والأسطورية والأحكام المنافية للقرآن والعقل والألم والتي توجد في هذا المذهب أو ذاك وإذا كان المثقفون غير المتخصصين بمباحث الخلاف الطائفي غير قادرين على الاجتهاد الكامل المطلق في أمور العقيدة والفكر والفقه فإنهم قادرون بالطبع على ممارسة الاجتهاد النسبي في قضايا الخلاف الرئيسية التي يتفق جميع المذاهب على حرمة التقليد فيها وإذا كانت الطائفية وجها من وجوه التعصب وثمرة للانغلاق الفكري والجهل والتخلف فإن اللامذهبية تعني البحث عن الحق أينما كان والحرية الفكرية وعدم التقليد ولئن كان معظم الناس يعيشون في مستويات دنيا من الثقافة والألم والقدرة على البحث والتمييز بين الحق والباطل فإن الإنسان المؤمن يمكنه التعرف على الحق من خلال الاستماع على المتحاورين المختلفين والتفكير بموضوعية وحياد فيما يقوله الطرفان كما يصف الله تعالى المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعندما تتسع ظاهرة اللامذهبية وتصبح تياراً قوياً في المجتمع فإنها سوف تحطم الحواجز الطائفية وتخفف من التعصب الأعمى في كل مجتمع طائفي وتقرب المؤمنين بعضهم إلى بعض ترجمة نانسي قنقر